السلام عليكم ورحمة الله هذا شرح لي التجربة الثامنة من تجارب مختبر التربة تجربة اللي راح نشرحها هي Direct Sheer Box Test أو تجربة صندوق القص المباشر يعتبر هذا الفحص بالحقيقة من أهم الفحوصات اللي تجرى على نماذج التربة الغاية من هذا الفحص هو لإيجاد قيمتين من القيم المهمة لخصائص التربة هاي القيمتين هما ما يسمى بC وFi والC هنا هو مختصر للكوهيجين أو التماسك اللي يكون بين جزيئات التربة أما الفي فهو الأنجل أوف فريكشن أو زاوية الاحتكاك أو ما يسمى أحيانا بالأنجل أوف انتيرنال فريكشن هذه زاوية الاحتكاك اللي تكون بين جزيئات التربة طبعا الترب تختلف في قيم هاتين الخاصيتين يعني مثلا قد ما يكون عندنا التربة هي عبارة عن نموذج رمل والرمل هو بيور ساند أي رمل خالص راح يكون قيمة السي أو الكوهيجين اللي موجودة أو التماسك اللي موجودة بين جزيئات الرمل هذا قيمته صفر بينما قيمة الفاي أو قيمة زاوية الاحتكاك راح تكون كبيرة راح توصل أحيانا إلى 40-45 درجة على العكس من ذلك إذا كان عندي نموذج التربة هو كلي راح أشوف أنه قيمة الفاي قيمة زاوية الاحتكاك لنماذج الطين أو الكلي هي تقترب من صفر لكن قيمة الكوهيجين ونعرف أنه قوة تماسك بين جزيئات الكلي راح تكون عالية فرح تكون الها قيمة أكبر من صفر طيب بالنسبة إلى هذا الفحص أدنى الجهاز الخاص بالفحص جهاز هذا يتكون من ما يسمى بالشير بوكس هذا هو الشير بوكس يعني اسم الفحص أخذ من هذا البوكس هذا هو الشير بوكس هذه أبعادة يكون 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر يعني أحيانا توجد أبعاد أكبر أو أصغر من هذه وكذلك عندي مجموعة من البروبينك تولز ملحقات بهذا البوكس هذا البوكس يوضع داخل كونتينر ضمن هذا الجهاز هذا هو الكونتينر أو الوعاء اللي يوضع داخله هذا البوكس جهاز أيضا يحتوي على مجموعة من الأجهزة الملحقة به مثلا عندي هنا موتور عندي هنا ذراع يحمل أحمال راح تسلط بصورة عمودية على النموذج وعندي أيضا هنا مجموعة من الديل جيتش لقياس الانفعالات اللي تحصل أثناء التحميل إذا رجعنا للشير بوكس نفسه شير بوكس هذا يتكون من جزئين جزء سفلي وجزء علوي هاي الجزئين يتم تثبيتهم بواسطة مجموعة أو بالحقيقة اثنان من البراغي هذه يتم تثبيتهم أثناء اعداد ووضع النموذج أثناء ما نهيئ النموذج للفحص ونوضع نموذج التربة داخل البوكس هذا هاي التو هافز راح يكون مثبتات أو متصلات واحد بالآخر أثناء الفحص أثناء يعني بعد تهيئة النموذج هذا وثم رفعه ووضعه بالجهاز الخاص هنا بالكونتينر هذي التو سكروز هذي البراغي الثانية اللي كنا مثبتين بيها التو خاص هذوله راح نرفعهم نرفعهم حتى نسمح بالحركة لأنه الشير هو احنا ريد نسوي شنوه ريد نسلط قوة قص القص هنا راح يكون لجزء العلوي نسبة إلى الجزء السفلي أي أن أحد الأجزاء وغالبا ما يكون جزء السفلي راح يكون ثابت وجزء المتحرك هو الجزء العلوي طبعا تختلف أحيانا بالعكس تكون حسب طبيعة الجهاز اللي نستعمله فإذن هذا هو الجهاز المستعمل عدي مرحلتين مرحلة إعداد النموذج في مرحلة إعداد النموذج مثل ما قلنا يتم وصل نصفي الشير بوكس بواسطة مسامير التثبيت مع وضع صفيحة أو نسميحنا صفيحة القاعدة بالأسفل إن دايركشن نورمال توذا موفمنت تلاحظون إنه هذه الصفيحة اتجاه الخطوط هذه مالتها يعني بهالاتجاه هذه نشوف اتجاه التحميل راح يكون عمودي على هذه الخطوط يعني ما يكون اتجاه الخطوط هذه موازي إلى اتجاه التحميل تكون بصورة عمودية هذه الصفيحة توضع أسفل الشير بوكس هذا ومن ثم تيوضع نموذج التربة نموذج التربة أيضا يوضع بكثافة معينة زي قد الكثافة اللي احنا نريد نوصل التربة إليها زي قد كثافة التربة اللي نريد نبحثها الكثافة نقدر نعرفها إنه راح نوزن كمية معينة من التربة اللي احنا مثل ما قلنا بحالتنا هي رمل راح نفحص نموذج رمل وعدنا أبعاد البوكس أبعاد البوكس موجودة فإذن حجم الرمل معلوم ووزنه أيضا معلوم فرح نقدر نحسب كثافة التربة اللي خليناها بالفحص بعد أن نوضع التربة بالكثافة المطلوبة أيضا نضع الأبر لودينج بات اللي هي قاعدة أو صفيحة التحميل راح تكون على أعلى النموذج الآن بالنسبة إلى البرو سيجر أو خطوات العمل بالبداية راح نضع البوكس في المكان المخصص إلى مع التربة طبعا مع نموذج التربة في المكان المخصص إلى والمكان المخصص إلى مثل ما عرفنا هو الكونتينر هذا داخل هذا الكونتينر نضع الشير بوكس في هذا المكان ومن ثم نضع الفريم الخاص بتسليط الحمل عدي فد فريم خاص صلت من خلاله الحمل العمودي طبعا هذه الأبر بليت الأبر لودينج بات هذه مزودة بمكان يعني مقعر توضع بفد كرة حديدية صغيرة ومن ثم يوضع على هذه الكرة اللودينج فريم يعني حتى يكون اللود مركز على هذه النقطة ومن ثم يتوزع على المساحة مساحة النموذج إذن يتم تسليط الحمل من خلال وضع الأوزان أسفل هذا اللودينج فريم هذا اللودينج فريم اللي يخلينا اللي هو هذا هنا أنا بالرسم هذا هو اللودينج فريم هذا هو الفريم وهذا هو المكان اللي يتم تسليط الحمل على النموذج طبعا هذا الفريم متصل بذراع والذراع متصل أيضا بذراع عمودية وفي أسفل هذا الذراع نضع الأحمال نضع الأوزان اللي نريد نخليه قدر نريد نخلي أحمال يعني هي راح تكون بالكيلوات خمسة كيلو عشرة عشرين ثلاثين وهكذا طيب هذه هي الخطوة الثانية عملية وضع الأحمال على النموذج في الجهاز راح يكون عدي two dial gates راح يكون عدي dial gates اللي الأول هذا dial gates الأول يوضع على الكنتينر نفسه تلاحظون هنانا هذا عدي dial gates الأول هذا يوضع على الكنتينر وأيضا يرتبط ب ما يسمى بالload cell هذي عدي لوت cell فهذا ال dial gates راح يقيل راح يقيس السترين اللي يحصل نتيجة دفع الكنتينر طبعا هذا الموتور راح يسلط قوة أفقية على الكنتينر الكنتينر داخله شنوه داخله النموذج الشير بوكس ما لاتنا اللي بداخل الشير بوكس النموذج هذا راح يندفع مع الشير بوكس اللي يطاوم الحركة طبعا اللي يطاوم الحركة هو الذراع الخاص بالload cell هذا هذا راح يكون هالشكل هذا يعني حرف U تقريبا مقلوب ومن ثم يتصل بالجزء الأعلى فقط للشير بوكس بحيث شو راح يكون عدي جهاز هذا راح يتحرك راح يدفع الكنتينر راح يدفع النموذج لكن النموذج اللي يتحرك فقط الجزء الأسفل لأن الجزء الأعلى راح يكون مسند بواسطة الذراع اللي جايتني مئن من load cell هذه فإذن عدي هنا نديل قيش لقياس السترين الحاصل طبعا هذا قياس السترين هنا بعدين راح نستعمل فد فاكتر معين يجي مع الجهاز مع معايرة الجهاز هذا مع معايرة هذا load cell حتى نحول السترين إلى قوة إلى إلى shear force راح يكون عندي shear force بمعرفة المساحة مساحة النموذج اللي هو 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر راح أقدر أعرف shear stress يعني القوة على المساحة راح يطلع عندي shear stress المسلط هذا بالنسبة إلى الـ 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 الثاني راح يكون موقعة في أعلى النموذج وهذا يستعمل لقياس الـ vertical displacement اللي يحصل بالنموذج بالاتجاه العمودي طيب بعد أن وضعنا الـ 2-dial gates هذه طبعا نصفرهم استعدادا لأخذ القراءات الآن نرفع البراغي اللي غلقنا بيهم هاي الـ 2-halves اللي ثبتنا بيهم هذه النصفين للجهاز نرفعهم حتى النموذج يكون free to move أيضا مع رفع هذول البراغي الـ 2 راح أيضا نوضع براغي عدد 2 أيضا لكن هاي البراغي تكون وظيفتها هو يعني جعل مسافة معينة مسافة جدا قليلة بين النصف العلوي عن النصف السفلي هاي البراغي الـ 2 راح تخترق النصف العلوي و يعني توقف عند النصف السفلي ما راح تخترق يعني هي فقط مجرد أنه راح تكون هناك مسافة جدا قليلة بين الـ 2 halves هذه يعني حتى نقلل الاحتكاك اللي يحصل بين معدن هاي الـ 2 halves بين معدن هذه الجزئين العلوي والسفلي طيب بعد أن وضعنا هذه البراغي وسوينا فد قاب صغيرة بين الـ 2 halves هذول الآن نبدأ بتشغيل الموتور نبدأ بتشغيل المحرك وتشغيل المحرك هنا راح يكون بـ معدل انفعال ثابت طبعاً الجهاز مزود بلوحة الكترونية ومجموعة من الأزرار بلوحة تقدر تقدر تحدد معدل الانفعال الخاص بالطحص فرح تقدر تعرف جد يتحرك البوكس هذا الكونتينر مع الزمن كم ملم يتحرك مع الزمن هذه المعلومة راح نستفاد منها بعدين الآن الـ هاي اللي خليناهم راح ناخذ قراءة فهم كل 30 ثانية لغاية حصول الفشل الفشل اللي هنا شنو هو الفشل عندما تكون الـ الـ الخاص ب الـ بالرنج 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 هذه اللي شرنا اله هنا هذا هذا أما أن يتوقف عن القراءة يعني يوصل إلى مرحلة يتوقف بها عن القراءة قراءة تكون ثابتة أو لا يعني يوصل مرحلة وثم يرجع المؤشر يرجع دورة أو نصب دورة يرجعها بهالحالتين هذه نقول أنه النموذج فشل صار عندي فايلر شير فايلر فنتوقف عن الفحص ونوقف المحرك هذا الموتور ونسجل اللود اللي فشل بالنموذج الآن هذه الخطوات طبعا لحد الآن خلصت التجربة الأولى هذه الخطوات من واحد إلى ثمانية راح نعيدها لثلاثة إلى أربع مرات والمتغير في كل مرة هو اللي خليناها الحمل العمودي اللي خليناها يعني مثلا إذا خلينا بالمحاولة الأولى أو التجربة الأولى فد خلي نقول 15 كيلوغرام تجربة الثانية خلي 25 الثالثة 5 يعني نزيد فد مقدار ثابت من الأحمال في كل مرة ونعيد الخطوات وأيضا نسجل اللود اللي فشل بالنموذج في كل مرة فش راح يكون عندنا راح يكون عندنا شير سترس آت فيلر يعني إذا نجي للresults والحسابات مالت من النتائج والحسابات راح يكون عندك كل مرة شير سترس آت فيلر راح يكون عندي فد سترس للفشل يقابل شنو يقابل نورمال سترس الحمل العمود اللي يخلينا هذا راح يكون معه راح يقابل شير سترس آت فيلر وراح تكون عندي طبعا الشير نقدر نحسب من اللي هو سمي إحنا هو الشير فوس اللي سجلناها بواسطة المرتبط باللوت سل مقسم على اي اللي هي مساحة النموذج المساحة العرضية اللي هي مثل ما قلنا 10 سنتيمترات في 10 سنتيمترات أو استخدم الملي متر فبهالحالة راح يكون شنو عدي راح أقدر أرسم فد مخطط هذا المخطط شنو بي مخطط بي على المحور الأفقي normal stress أو الاجهاد العمودي يعني اللود اللي خليناها الأوزان اللي خليناها أيضا مقسم على المساحة راح نحصل على stress وهذا نسميه normal stress وعلى المحور على المحور هنا الأفقي وعلى المحور العمودي راح يكون عندي sheer stress اللي حسبناه من أيضا قراءة الـ على المساحة راح يكون عندي مجموعة من النقاط قلنا نسوي التجربة ثلاثة إلى أربع مرات هنا أنا بهذا الرسم ثلاث نقاط أي أنه ثلاث مرات معادة التجربة في كل مرة راح حصل نقطة نقطة هذه بها normal stress اللي وضعناها مع sheer stress اللي وجدناها من خلال قراءة الـ هذه المحاولة الأولى هذه المحاولة الثانية هذه المحاولة الثالثة راح نجي نرسم أفضل خط مستقيم يمر بهذه النقاط هذا الخط المستقيم إلى ميلان معين ميلان هذا الخط المستقيم يمثل للـ اللي هي زاوية الاحتكاك اللي أبحث عنها إذن ميلان هذا الخط هو مقدار زاوية الميلان لأنقل أو اللي نرمز لها بالرمز 5 هاي بالنسبة إلى 5 بالنسبة إلى C القيمة 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 راح تكون هي المسافة من النقطة صفر بالتجاه الأعلى إلى النقطة اللي اللي راح تكون يعني التقاء الخط المائل هذا مع Y Axis مع Sheer Stress إذن المسافة من نقطة الصفر إلى نقطة التقاطع الخط المائل مع Sheer Stress هذه هي C قيمة ال Cohesion بالنسبة إلى نموذج التربة اللي المفروض نفحصه طبعا مثل ما قلنا بالنسبة إلى الرمل إذا كان عندي Pure Sand راح نشوف إنه C هاي راح تكون صفر أي إنه الخط صفر بينما إذا كان عندي Clay Pure Clay راح يكون الخط هذا المائل هو عبارة عن خط مستقيم أفقي وبالتالي قيمة FI راح تكون صفر وقيمة C راح تكون كبيرة أيضا أيضا بإضافة إلى رسم هذا المخطط راح أيضا نرسم مخطط يمثل العلاقة بين Sheer Stress Tau على Y Axis مع Horizontal Displacement Delta L للcontainer نفسه طبعا الhorizontal displacement نقدر نحصل عليه من خلال معرفة rate of movement للموتور هذا للجهاز للمحرك قلنا أكو يعني فد لوحة الكترونية نقدر نعرف بيها قيمة rate of movement فنرسم إذن العلاقة بين Tau والhorizontal displacement كذلك نرسم علاقة أخرى بين من الvertical displacement اللي راح تكون على Y axis مع horizontal displacement delta L على X axis كل هاي العلاقات راح نشوف كيف نستفاد من عندما نأخذ فصل Sheer Stress of soil هذا هو شرح مبسط نظري للتجربة تجربة Direct Sheer Box Test راح تعرفون إنه يعني ما راح نقدر ناخذ التجربة بصورة عملية مع يعني على الرغم من وجود الجهاز بي المختبر لكن هذا هو شرح نظري ل حتى تفتهم طريقة إجراء هذا الفحص وشكرا جزيلا لكم